شاهد ماذا فعل صلاح مع الفتاة التي حاولت تقبيله في رمضان اعظم المواقف الاسلامية للاعب كرة القدم المسلمين ولكن فضلا اذا كنت مسلما لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع ولا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو ليستفيد الجميع السلام عليكم اعظم المواقف الاسلامية للاعب كرة القدم المسلمين شاهدوا ماذا فعل محمد صلاح مع الفتاة التي حاولت تقبيله وعناقه امام الكاميراد في هذا المقطع سنعرض لكم اشهر المواقف الاسلامية التي قام بها اهم اللاعبين المسلمين في اوروبا والتي لو لم يتم تصويرها لما صدقها احد فتابعوا معنا هذا المقطع المدهر والذي سيجعل السيدكم تقشعر من شدة التأثير اولا ساديو ماني فجاء اللاعب السينغالي المسلم ساديو ماني العالم كله عندما ظهر في احد المقاطع وهو ينظف الحمامات في احد مساجد مدينة ليفربول الانجليزية مما صدم جماهير فريقه الانجليزي بشكل كبير فما الذي يدفع لاعبا يتقاد الملايين من الدولارات لتنظيف حمامات المسجد وقد اظهر ذلك الامر توضع هذا اللاعب الرائع وحبه للاسلام واخلاقه الاسلامية المبهرة ومن الجدير بالذكر ان صاديو ماني يحرص على قراءة القرآن بشكل دائم والسجود لله تعالى شكرا له في كل مرة يسجل فيها هدفا مع فريقه الانجليزي ليفربول ثانيا رياد محرز يعد النجم الجزائري رياد محرز من اشهر اللاعبين المسلمين في بريطانيا والذين قدموا مواقف اسلامية مشرفة وذلك عقب تتويجه في فريقه منشستر سيتي بالدور الاخير ضد فريق تشيلسي فخلال احتفال فريقه بلق خطف رياد محرز الادوار وذلك بسبب الموقف المشرف الذي قام به اثناء اجرائه لمقابلة مع صديقه ساديو اكورو حيث تم تقديم مكافأة للنجم الجزائري باعتباره كان افضل لاعب في المباراة ولكن للأسف الجائزة كانت قرورة تحتوي على المشروبات الكحولية كمكافأة له على ذلك فقام محرز برفض تسلمها ومنحها لصديقه اكورو وحاول اكورو مرة ثانية تقديم قنينة الكحول للرياض لكنه رفض ذلك الامر واصر على موقفه الرائع وحضي ذلك المقطع باقبال واعجيب كبير جدا وخاصة من الجماهير العربية والمسلمة في كافة انحاء العالم وقد قام اللاعب العاجي ياتوره بموقف مشابه لهذا الموقف حيث رفض جائزة المباراة والتي كانت عبارة عن قنينة خمر ايضا وقال وقتها لا استطيع ذلك انا لا اشربه لانني مسلم ثالثا فريدري كانودي قد يكون ما فعله اللاعب الفرنسي المسلم كانوديه انظم موقف بين هذه الموقف الاسلامية كلها حيث انقذ المسجد الوحيد الذي كان في مدينة ايشبيليا الاسبانية من الاعلام وذلك عندما كان لاعبا في فريق ايشبيليا الاسباني ففي ذلك الوقت انتهت فترة استئجار الارض التي كان المسجد مقاما عليها ولم يكن في مقدور مسلمين المدينة شراء تلك الارض فقرر اصحابها ازالة المسجد واقامة عمل تجاري اخر عليها فما كان من كانوديه الا ان قام بشراء تلك الارض ودفع مبلغ 700 الف دولار امريكي لاصحاب الارض وذلك لمنع ازالة المسجد الذي كان مقاما عليها وقد اثر ذلك الخبر في جميع مسلمين المدينة واصابهم بسعادة بالغة وقال كانوديه انه اعتنق الاسلام عن حب كبير وايمان كامل وله العديد من المواقف الاسلامية المشرفة منها انه رفد لبس قميص فريقه ايشبيليا بسبب اعلانه لاحد المراهانات المحرمة فقيمت تلك الشركة بالتبرع لاحد الجمعيات الاسلامية الخيرية لتغيير رأي كانوديه كما كان يلبس قميصا لدعم فلسطين ويقوم باذهاره بعد تسجيله للاهدار وقال كانوديه مؤخرا لو كنتم مستمرا باللعب مع فريقي لو كنتم مستمرا باللعب مع فريقي لا اظهرت ذلك القميص في كل مباراة لمهما كانت العواقب اتعمل بشكل عادي انا عندما اذهبي الى التدريب احاول ان او اعني انه في التدريب اذا كان انه يمكن ان يثبت لنا اما الاسلام رابعا محمد صلاح اكد محبوب الجماهير ولاعب نادي الفيربول الانجليزي محمد صلاح انه لا يجد اي صعوبة في الصلاة خمس مرات يوميا حيث قال انه حتى في اثناء السفر دائما ما تكون مع سجارة الصلاة واضاف ان ذلك امرا عاليا لكل مسلم يحافظ على فروض العبادة اليومية ويحرص محمد صلاح بعد كل هدف يسجله على السجود في الملعب شكرا لله تعالى وقد اثر النجم المصري في مشجع فريق الفيربول بشكل كبير جدا الى حد ان كثير من الجماهير اصبحوا يفكرون باعتناق الاسلام اقتداء بمحمد صلاح وقد قال العديد منهم انهم مستعدون الاعتناق الاسلام بشكل فوري انطلب منهم محمد صلاح ذلك حتى انهم قد الفوا اغنية لتشجيع اللاعب المسلم وتقول الاغنية محمد صلاح محمد صلاح الملك المصري انه هدية من الله وقد اتى من روما الى الفيربول وبسببه سأصبح مسلمان وكان من ابرز المواقف المذهلة للنجم المسلم انه في احدى مقابلته بعد فوزه مع فريقه بلقب دور الابطال بالاقتراب منه وكأنها تريد تقليلا فما كان من اللاعب المسلم الا ان ابتعد عنها بشكل فوري ورفع يده اعتدارا لها لان دينه لا يسمح له بذالا ويذكر ان محمد صلاح رفض الكثير من النساء والمعجبات والتي يحاولون اغراءه بشكل مصلم وله قصة مع احدى العارضات والتي استمرت بمحاولة التقرب منه فقال لها صلاح انا اعتدر لا اصدر اتركيني فأنا مسلم اما اخيرا ايمانوال اديبايور النجم الافريقي اديبايور لعب نادر يال مدريد السابق قام باعتناق الاسلام بشكل عالمي في احد المساجد بعد ان ترك الدين المسيحي وقال اديبايور انه وجد الطريق للدين الاسلامي من خلال دراسته لسيرة النبي عيسى عليه السلام فقد كان عليه السلام يبدأ حريته بالسلام عليكم ويقول ان شاء الله قبل فعل اي شيء كما كان يغسل يديه وقدمه ورأسه كما يفعل المسلمون قبل الصلاة وكان يصوم عن الطعام والشرق ولم يكن يأكل لحم الخزي وكل هذه الامور وجدها في تعاليم الدين الاسلامي الذي احبه واعتنقه وهناك الكثير من المواقف المشرفة التي يقوم بها اللاعبون المسلمون في اوروبا وغيرها منها ما ظهر للعلان ومنها ما ظل مخبعاً ونرجو من الله ان يتقبل منهم هذه الاعمال ويزيهم خير الجزاء ونرجو ان يكون قد عجبكم ما قدمناه لكم في هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر